بشمهندس يمكن الأغنية الرائعة اللي كتبها فكري أبوزة كل نعمة عندنا دي إرادة ومشيئة ربنا إرادة ومشيئة ربنا خلت النادي الأهلي يلتصق تاريخياً ببلاس تسعين روح الفنلة الحمرة اللي بتتوهج وتنفجر في اللحظات الأخيرة عشان تجيب الكاس الغالي دي تتنكوشنا عشان أقول لك أنا أقصو دي بالمقدمة اللي قلتها أنا أقصو دي أقول عندما ينحاز التاريخ ينحاز للجدارة ليس من قبيل الصدفة أن يتكرر الأمر تحقق البطولات وتحقق الفوز في الدقيقة بلاس تسعين ليه مدلول؟ المدلول دي واصل عند معظم الناس بما فيهم المنافسين والخصوم الشرفاء ولكن فجأت أن الناس عايزة تخدها في منحة مالوش تفسير عندي غير شدة اليأس شدة اليأس أنك توصي تلاقي زي ما يكون هجمة متفق عليها يطلع فيديوهات شعوزة سحر محدش يقول لي أن دي حاجة طبيعية محدش يقول لي أن دي روح محدش يقول لي أن دي إصرار محدش يقول لي والناس خدتها في سكة أن الحظ الشعوزة السحر هو إيه البغت ده ولكن واحد أو اتنين من العقلاء من جماهير النادي المنافس قالوا له ملا وعدوا حلل الموضوع بشكل موضوعي ولذلك أنا بقول أحيانا لا تتغلب على مشاكلك إلا بالإنكار يعني ما تكون في حالة صحية ما يقوس منها تبتدي تقول أنا صحيتي بومب أنا صحيتي بومب يا جا عمي أقعد يتعالج يعمل معروف لا 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 يشرفون أنت أنا بومب أنا حديد الحل البسيط جداً اللي يخرجك من مشاكلك أنا أحسن بس هو الدولة بس هو التحكيم حتى المهابة لو توصل أنه عايزة تفوق عليك فيصطنع شيء وهمي هو من شعبيته أكتر فيقول الشيء ونقيده يعني يقولك إيه أنا الشعبيتي أكتر من من الأهل ودي حاجة مش عايزة ولكن ييجي يقولك هو الدولة علشان مصر تبات مرتاحة ينحزل الأهل إيه التناقض إذن هو يعني فعلاً احتاروا مع الأهل وعايزة أقولكوا أن الكاس اللي بتزين هذه الحلقة عشان تعرفوا قيمة الأهل وسحر الأهل اللي بجد الأهل النادي الوحيد في تاريخ أفريقيا اللي حقق الكاس دي مرتين في سنة واحدة ده رقم إعجازي الكاس السوبر الأهل تحققت للأهل مرتين في سنة واحدة ده ما حصلش في تاريخ القارة الأهل أصبح بيمتلك ضعف عدد مرات الفوز لأقرب منافسية كانت دي بس اللي بقية دوري أبطال أفريقيا الأهل يواخده عشرة أقرب منافسية له نادي الزمالك الشقيق واخده خمسة إذن ضعف أقرب منافس كاس السوبر المرة التامنة أقرب منافسين وهو الزمالك واخد أربعة فأنت في كل حاجة اضرب في اتنين وساعات في تلاتة تروح بقى للمسابقات المحلية الدوري اضرب في تلاتة اضرب في اللي أنت عايز تضربه لكن ده تفاصيله حتشوفه في حلقة النهاردة بس أنا بقول لكم قد إيه هذه الكأس كانت غالية وقد إيه كانت الأرقام اللي النادي الأهلي حققها من خلالها لكن عايز أقول لكم إنه بمناسبة بقى المكانة والجدارة النادي الأهلي بيحتل صدارة الأندية العربية والأفريقية وفق أحدث تصنيف صدر مؤخرا لأقوى أنديت العالم ده موقع فوتبول داتا بيز عن شهر ديسمبر الحالي احتل الأهلي المركز 28 عالميا أقرب منافسين للنادي الأهلي مصريا الأهلي 28 عالميا وأول أفريقيا وأول العرب أفريقيا الأهلي الأول الثاني ساندونز الثالث الزمالك الأهلي 28 عالميا الزمالك 123 عالميا وخلف الأهلي زي ما قلتلكه بين الأهلي والزمالك فيه ساندونز أصبح الفرق بين الأهلي وأقرب منافس مصري 95 مركز ساندونز جي للمركز الثاني بـ 112 على المستوى العالمي نادي مازينب الكنغولي كان الرابع أفريقيا والمية 38 عالميا الترجي التونسي في الـ 140 عالميا والخامس أفريقيا عربيا جي نادي الهلال السعودي في المركز 63 عالميا وظل في المركز الثاني عربيا خلف الأهلي الأهلي البطل العربي الأفريقي وبينفس عالميا بيلي الهلال السعودي الدحيل القطري اللي احتل المركز 117 عالميا ده آخر تصنيف تصدر بايرن ميونيخ فيه الترتيب بعد منه جي ليفربول الإنجليزي سم ريال مادريد سم منشستر سيتي في المركز الرابع ده وفقا لموقع فوتبول داتا بيز المعنى بإحصاءات ونتاج كرة القدمة ده حاجة بخلاف التصنيف الخاص بأكثر الأندية تتويجا بالألقاب الألقاب اللي هي الدولية والقرية فالآله وفي المركز الثاني واقترب من ريال مادريد خطوة بقى 24 وريال مادريد 26 ترجمة نانسي قنقر